هاو الديمو راح نشط راح نشوف كيف راح نشط طبعا وان نستوى الاكتب داريكتر طبعا لاحظا لها موجودة الرول عنا الاكتب داريكتر دمين سيفس في الديان اس بدنا نتخلص منهم نسكرها الى سيبو ماجر راح نبدأ من الستاط مينيون راح نكتب باردو تي سي كرومو انتر طبعا حياطيك احنا بس في الحالتنا عندنا دمين واحد هيحكي لك ان هذا هو اللي باللوبر الكاتوليك واحد فانه انت اللي هو انت بتعمل معه ما عندك هل انت متأكد انك تشطط هذا الدمين لان هذا اخر دمين كنترولر عندك اذا كان عندك دمين اخر ممكن انه انت لازم تنسى خوليشي الفيس مروز ليلو بعدين نتسوي العملية حارفنا لان ها دمو راح نشطط كل اشي نيكست مهلا انت متأكد اتأكد وكر وشطط بدك تشطط كل اكتب ديالكتوري ابليكيشنز باكتشن بس احنا لسه لانه مجرد دمو راح يعطيك الباسورد اللي بندخل دائما في نهاية عملية الانستيليشن للنهاية اللي هل تسمى الركابري اولا دليل بالأكتب ديالكتوري نيكست ده بعطيك ملخص لكل انت لاموري راح تسويها وبرضه ممكن تسوي الاكسبورد حتى لتكست فايل بس مش راح نحتاجها راح نحكيه لو سوي الريبوت لما تنهي عملية شط بالأكتب ديالكتوري بعد ما انتي سوي الريبوت لرح يرجع الجهاز مترد ورد جروب عادية بعد ما شطبنا الاركتب ديالكتوري في السيرفر اكتب ديالكتوري نتمنى اشتركوا في القناة حلقوا في القناة دوبار الحلقة اشتركوا في القناة